وننتقل إلى إقليم ماجيرا حيث تعرضت بعض القرى والأرياف بإقليم ماجيرا إلى أضرار جسيمة نتيجة لكوارث طبيعية ضربت هذه المناطق ونجمت عنها خسائر مادية في المنازل والمواد الغذائية حيث أرسلت الحكومة وفد إغاثة على رأسه ممثل نائب رئيس الجمعية الوطنية رافقه في ذلك حاكم الإقليم محمد علي حصب الله ومحافظ مركز إداري بارو وبعض من المسؤولين للإشراف على توزيع المساعدة تقرير سعيد أحمد حسن إقليم جيرا من أهم المناطق الجبلية بالبلاد إذ يتمتع هذا الإقليم بقمم جبلية متفاوتة من حيث الطول والحجم وبه سلسلة جبال أبو تلفان التي تمتد على طول الشريط الشرقي للإقليم بعض القرى والمناطق بهذا الإقليم تعرضت لكوارث طبيعية أدت إلى خسائر مادية دون الإيداء بالأرواح مما دع الحكومة الشادية إرسال مساعدات للمتضررين كانت الانطلاق بمركز إداري بارو بقرية جوغولي التي تعرضت لحريق مجهول السبب إلا أن أكثر الأنباء تشير إلى أن الحريق كان نتيجة لرياح عاصفة نقلت النيران إلى أسقف المنازل ممثل سلطان ميغامي نيمير جلول شكر الحكومة التي تفاجئهم بمساعدات من حين إلى آخر آمنا أن لا تنقطع تلك المعونات وقد أكد محافظ مركز إداري بارو حامد آدم بتركو أنه سيواصل تقديم طلب المساعدات إلى أن يتجاوز سكان قرية جوغولي هذه المحنة أما رئيس البعسة نصر دونغس شوكوتو ممثلا لنائب رئيس الجمعية الوطنية طلب من أهالي جوغولي استغلال هذه المساعدات وإثبات جدارتهم باعتبارهم من أكثر سكان بارو إنتاجا من حيث الزراعة حاكم إقليم غيرا محمد علي حصاب الله أكد وقوفه الدائم إلى جانب مساعي الحكومة لمساعدة المتضررين من أبناء إقليم غيرا مركزا على ضرورة توزيع المساعدات بالتساوي على الجميع ومنها سلم الحاكم رسميا خمسون جوالا من الزرا إلى ممثل سلطان مقامي ومن جوغولي إلى قرية سيسي التي تعرضت هي الأخرى لسيل عارم جرف معه العشرات من مخازن المؤن الغذائية مخلفا حطاما وركاما وهناك كانت هذه البعثة أول الواصلين للمتضررين وقد حظيت قرية سيسي بمئة جوال من الزرا إلى جانب ستمائة ناموسية معقمة سلمها محافظ مركز إداري بارو حامد بتركو لمسؤولي القرية ولكل فعل ردة فعل نشكر ناس الجوء الفزعون جابوا لنا خلا وجابوا لنا السناغي وللإشارة فإن إجمال المساعدات يصل إلى خمسمائة جوال من الزرا وألف ناموسية معقمة جاءت نتيجة لجهود مقدرة لنائب رئيس الجمعية الوطنية موسى خدام وستواصل هذه البعثة إمداد القرى المتضررة بإقليم غيرا وبهذا الخبر من إقليم غيرا ننهي النشرة شكرا لكرم المتابعة دمتم في أمان الله